ملف المياه ليش العراق دائما ما يكون مفاوض حقيقي بملف المياه دائما نخسر يعني إذا على إيران أو سوريا أو تركيا دائما العراق ضعيف خاصة ويجانب تركيا لأنه العراقيين ما عدهم ستراتيجية لحد الآن عدم الاستقرار السياسي واللي هي حقيقة متونسة عليها إيران وتركيا وسوريا عدم الاستقرار السياسي جاي يصبب مصلحة هاي الدول ويأخذ من حصتنا احنا والكويت هم ما ننسى ويأس سعودية أيضا عدنا مشكلة مياه مع السعودية ما حد يتداولها لأنه السعودية الآن لو نجي نستثمر الصحراء الغربية تنزل مناسب المياه في شرق السعودية في مدن شرق السعودية إلى مناسب بعض صعبة عليها فإحنا أيضا هذا إهمال ملف المياه جوا فيه أيضا جاي في صالح السعودية طبعا وهذه القصة ما الاستثمارات قبل فترة السعودية جزء من هذا الموضوع؟ على مد من روح للملف المياه؟ يعني هو السعودي يقول لك أنا أحسب حساب أنه مباشر تصحى وصل عندك حكومة وتبلش تشتغل داخل عراق فأني خلي أستثمر أخذ هاي المنطقة إلي أستفيد من عدها حتى لا تأثر علي توركي يقول نفس الحاج الإيراني يقول نفس الكلام السوري يقول نفس الكلام ليش ما عندنا مفاوض عراقي بم ملف المياه؟ ما عندنا حكومة خسرنا خوار عبدالله ويا تركيا ما جاي نقدر ناخد حصد من المياه؟ ما عندنا حكومة سيد الكريم ما عندنا حكومة احنا نعيش حالة لا دولة لذلك الدول لا تعترب بك؟ طبعا ولا تعترب من فاوض عراقي ما تحترمك زين لو المفاوض العراقي سيء اللي يديرو حزبي مو مفاوض حقيقي حتى تعترب بهاي الدول ويحط على طاولة الحوار فدأ أوراق مهمة يساون بيها ملف في الاقتصاد؟ ما يلزمون ظهره ما يلزمون ظهره حتى ذارح؟ طبعا أنا رحت في 2015 سبعة رحت إلى تركيا في موضوع عزمة المياه الطعن بلش من داخل الحدود العراقية شلون؟ إنه الوزير ليش راح الأتراك مطيننا حصتنا وصرت أنا رايحيش يعني راح تتونس بتركيا؟ لا مو رايح تتونس راح أدورت لايب أدورت لايب ماذا قلت لهم للأتراك؟ للأتراك قلت لهم حصتنا أكو اتفاقية ثلاثية طونا حصتنا إنه أربعين بالمئة ستين بالمئة من مياه المطلقة على الفرات وستين بالمئة واثمانين بالمئة من مياه دجلة قطونا إياها قالوا إحنا ملتزمين راويتهم الملفات شوفتهم الملفات عدم التزامهم زين؟ مثل ما يقولون إجوا للطريق